قعد بمشكرنا زمانتنا العزيزة مريم سميح لجعت لنا سالة مرة تانية هنروح على مقر النادي الاهلي في الجزيرة وزمانتنا العزيزة سالة حامد سالة تفضلتكم يا صباح الكل كريم وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الاسبوع من عشر الصبح في الاهلي يعني أنا دلوقتي معاك من مقر النادي الاهلي في الجزيرة عشان ننقلكم كل الأخبار والأمور اللي متعلقة بالنشاط الرياضي أو الفرق الأخرى وكالعادة خليني يبطي زي ما بحب دايما بفريق الأول لكرة السلة سيدات بكات الكابتن علي هاشم سيدات السلة النهاردة إن شاء الله هيتمرنوا الساعة 7 مساء على صالة الشهداء بمقر النادي استعدادا لمباراة غد أمام نادي هليابلس بكرة المباراة هتكون الساعة 6 على نفس الصالة اللي بتمرن عليها الفريق صالة الشهداء الساعة 6 وهيكون في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للسايدات ده بالنسبة ليه سيدات السلة بالنسبة للرجال السلة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا بشكل طبيعي تدريباتهم الساعة 2 الدهر على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي وده هيكون في إطار استعدادات الفريق لعودة المباراة مرة أخرى بعد التوقف المباراة هتعود يوم 2 مارس وأول مباراة هتكون لنادي الأهلي يوم 2 مارس أيضا أمام نادي الجزيرة الساعة 6 أيضا على نفس الصالة صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي والمباراة يعني يا كريم في بطولة الدوري هتتوقف نظرا لإستعدادات منتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في المرحلة الثانية من تصفيات لبطولة أفريقيا التي تقام إن شاء الله في تونس من يوم 17 حتى يوم 21 من شهر فبراير الجاري خلاص المنتخب دخل في معسكر مغلق في مدينة الأسكندرية ولكن يعني الجهاز الطبي بمنتخب مصر لكرة السلة أكد أن الثنائي النادي الأهلي إهاب أمين وعمر الجندي بيشتكوا من إصابة وجود إصابة إهاب أمين اشتكى من إجهاد في السمانة وعمر الجندي اشتكى من رشح في الرجبة وده يعني فيه احتمالية إن هم مش هيكونوا متواجدين مع المنتخب في المعسكر اللي هيقام إن شاء الله في تونس يعني قبل سفر المنتخب لتونس اللاعبان هيخضعوا لفحص طبي جديد عشان يتحدد بشكل نهائي خلاص يعني موقفهم النهائي إن هم هيكونوا متواجدين مع الفريق إن شاء الله مع المنتخب عفوا في تونس أو عدم تواجدهم مع المنتخب في الاستعدادات لمشاركة في تصفيات لبطولة أفريقيا ده بالنسبة لكرة السلة في النادي الأهلي خليني اتكلم شوية عن الكرة الطائرة وفتيات الذهب أو سيدات الطائرة بقاطة الكتن حمدي الصافي النهاردة إن شاء الله هيتمرونه ساعة خمسة ونص على صالة الشهداء استعدادا لمباراة واللي هتكون أمام نادي الجزيرة مباراة غد هتكون بكرة إن شاء الله الساعة ستة على صالة أمير عبدالله الفصل بمقر النادي وده هيكون في إطار منافسات بطولة دوري الممتاز لكرة الطائرة أما بالنسبة لرجال الطائرة النهاردة إن شاء الله هيتمرونه من الساعة سبعة حتى الساعة عشرة ويعني رجال الطائرة هيستعدوا بشكل قوي جدا للفترة المقبلة واللي تشهد مباريات في بطولة الدوري بعدما خلاص يعني الاتحاد المصري لكرة الطائرة استقر خلاص على جدول المباريات أول مباراة إن شاء الله هتكون للنادي الأهلي يوم الجمعة أمام نادي سموحة مباراة قوية مباراة مهمة تجمع ما بين الفريقين في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام لكرة الطائرة المباراة هتكون يوم الجمعة الساعة ستة على صارة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي ويعني خلاص الفريق بيستعد بشكل قوي جدا الأيام المقبلة النهاردة إن شاء الله هيتمرن بشكل طبيعي جدا والسيدات اليد أمس يعني أيضا يعني حققوا الفوز على نادي الطيران بنتيجة 37-22 وده كان في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد أما بنسبة لرجال اليد وبعد انتهاء كاس العالم وعودة الدوري مرة أخرى فازوا في أول مباراة لهم على نادي الطيران بنتيجة 33-22 ده كان فيه بطولة الدوري ويعني خلاص هيواسطوا برضو تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة واللي هتكون أمام نادي هليوبلس يوم 11 مارس الساعة ستة على صالة أستاذ الكاهرة الدولي يعني دي يا كريم كانت أهم وأبرز الأمور والأخبار المتعلقة بالنشاط الرياضي أو الأخبار الفرق الأخرى طبعا أنا معاك لو فيه أي سؤال والآن نعود مرة أخرى للستوديو نشكرك شكرا جزيلا بلدنا العزيزة سالة حامد المتواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة